اشتركوا في القناة وعقيد بحري محمد المغزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبو قير بشكل شامل حيث تم الاتفاق مع شركة ديمي التي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء الموانئ على القيم بأعمال تكريك الميناء وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة هاتشيسون الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حويات بالمنطقة في ميناء أبو قير بساعة تداول مليوني حاوية سنويا وقد أشد السيد الرئيس في هذا الصدد بسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال مؤكدا سيادته قيمة هذا المشروع القومي الحيوي الذي يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة مع أهمية إنجازه وفقا لأحدث النظم التكنولوجية وأهل المستويات الدولية لتطوير وتشغيل الموانئ ليمثل إضافة جديدة لسلسلة الموانئ الممتدة على السحل الشمالي المصري ويجعل ميناء أبو قير الأكبر في البحر المتوسط ليرتقي بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية إلى المستوى الأول من جانبه أشد مدير عام شركة ديمي بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر خاصة ما يتعلق بتطوير الموانئ البحرية للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة